بدأ الحزب الجمهوري مؤتمره العام بتسمية ترامب مرشحاً رئاسياً للانتخابات الرئاسية والتصديق على اختيار ترامب لنائبه السناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس وبالرغم الانتقادات الديموقراطيين لفانس إلا أن هناك أصواتاً في الحزب الجمهوري دعت إلى تخفيف حدة المشادات السياسية حتى لا تنزلق البلاد لأحداث عنف لا يحمد عقبها لا تزال هناك ايديولوجية معادية لنا يجب أن نفهم أن الديموقراطيين ليسوا أعداءنا وأن مواطنين ليسوا أعداءنا أيضاً العدو الحقيقي هو الايديولوجية التي نواجهها المحاولة الفاشلة لاغتيال ترامب تغط على أجندة مؤتمر الحزب الجمهوري حيث طالب عدد من الأعضاء الجمهوريين بضرورة الكشف عن دوافع المشتبه به والتحقيق في أسباب فشل الجهات الأمنية المختصة في حماية المؤتمر الانتخابي للرئيس السابق التركيز الآن يجب أن يكون على التحقيق فيما حدث يوم السبت لأن ما حدث غير مقبول على الإطلاق وهناك بتأكيد خلل في تقديم الخدمة السرية للحماية المناسبة لذا يجب على الكونغرس أن يقوم بأولوياته الرقابية لتأكد تماما من أن هذا الخرق الأمني لن يحدث مرة أخرى لأي شخص خارج مقر عقاد مؤتمر الحزب الجمهوري فرضت الشرطة الأمريكية تشديدات أمنية مكثفة إلا أنها لم تمنع آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وغزة من إعلاء أصواتهم للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية لدى سكان قطاع غزة منتقدين بايدن وترامب بسبب دعمهما لا محدود لإرهاب إسرائيل على مدار الأيام القادمة يحتفل الجمهوريون من خلال مؤتمرهم العام بتنصيب ترامب ونائبه فانس حيث يركز المشاركون في المؤتمر على أهمية وحدة الأمريكيين مع الكشف عن دوافع من حاول قتل ترامب السبت الماضي وانتقادات سياسات بايدن على مدار الأعوام السابقة عبد الرحمن البرديسي التلفزيون العربي ملواكي